اشتركوا في القناة ويهدف الاتحاد الخليجي للتكرير إلى رفع كفاءة الموظفين في هذا القطاع الحيوي والمساهمة في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية لدول مجلس التعاون الخليجي إضافة إلى تعزيز مكانة صناعة البترول في نمو الاقتصاد العالمي هذا الرشيد دائما تحث على العمل الخليجي المشترك ويأتي الاتحاد الخليجي في هذا الاتجاه واليوم المؤسسين طبعا شركة عرامكو السعودية من أكبر منتجين منتجات التكرير في العالم وشركة مؤسسة البترول الكويت وشركة نفط البحرين بابكو ومن المؤمل إن شاء الله انضمام شركات نفطية خليجية أخرى مع الوقت ونشرف أن البحرين اختيرت كالمقر ونحن في الهيئة الوطنية النفط والغاز ندعم هذا التوجه واليوم مثل من تعرفين الشركات الخليجية دائما متواجدة في معارض النفط والغاز في البحرين سعادة أمانتنا اليوم بتأسيس الاتحاد الخليجي للتكرير اللي يتكون من الشركات الخليج المهتمة في تكرير النفط الخام والصناعة اللاحقة للنفط الخام منها صناعات زوت التزييد وصناعات تكرير الغاز وصناعات اللاحقة للشركة للتكرير بشكل عام في منطقة الخليج شكرا